لوغمبر 2013 ومازلنا معكم في السؤال السبع بي بيقلي دي ويف وبيقلي قلي ليه هي ديسكريبه as transverse بكل بساطة احنا نجيب الأول ونفتكر مع بعض ايه هو الـ longitudinal ويه هو transverse الـ longitudinal wave هي wave الما الـ wave تبقى ماشا كده الموليكوز تبقى تتفاباتات ويهبرة لفتحارة ويهبرة وتتكون من compressions والrefactions التransverse wave هي wave لما الواف تمقى مشه كده المolecules of the medium أو particles of the medium بيضارة up and down perpendicular to the direction of the wave دي التransverse wave من الوضح ان الروبر اللي حضرتك بتعملها في الحبل أو في الحبل اللي قضام حضرتك ده من النوع التransverse لان الواف بيتبقى مشه في هذا الاتجاه والحبل نفسه بيبقى طالع نازل في اتجاه perpendicular to the direction of the wave فأني اجيب إجابة جهزة عشان نختصر في الواد فأناقول له because motion of the rope is perpendicular أو at right angles to the direction of the wave جميل تعالوا نشوف السؤال اللي بعده double i بيقول لي the speed of the wave the speed of the wave in the rope is 3.2 meter per second جميل دستة v هو عايز ال f جميل أنا عندي رول اللي في general wave equation لها بتقولي v equals lambda f وعلي وعلي ال f هتبقى equal v over lambda تمام ال v معايا اللي هي 3.2 طب يا ترى اللامضة اللي هي ال wave length بكم نرجعنا بص الرسمتنا نرجعنا بص الرسمتنا ال wave length أو اللامضة هي المسافة ما بين crest و crest اللي هي مسافة wave 1 طب من أو من trough ل trough طيب دي كده wave و دي كده كده كمان wave إذن 2.4 meter دي عبارة عن 2 waves واحدة 1.2 meter واحدة 1.2 meter يبقى هنقوله هنا معلش قبل ما نقوله كده هنقوله والله ال wave length هي 2.4 divided by 2 و دي equals 1.2 meter يبقى أنا أقسم 3.2 على 1.2 دي ال wave length طبعا الإجابة هتطلع لي إحنا لو حسب بتاع الكالكريتر هتطلع 2.666 كده كتير طبعا إحنا مش بنعوز الكلام ده إحنا يا دوب عايزين 2 significant figures وهي هتكون 2.7 هرتز دي إجابة السؤال السابع من نوفمبر 2013 طوشار Paper 3 Variant 1